لو اتكلمنا عن مشكلة جلدية مهمة بعض الناس بيعانوا منها وهي مشكلة اكزيمة الدوالي اكزيمة الدوالي دي بتعتبر حالة طبية او حالة جلدية غريبة وفي معلومات مهمة مرتبطة بهذه المشكلة اكزيمة الدوالي دي عبر عن مشكلة جلدية بتعتبر نوع من الانواع المختلفة لمرض الاكزيمة وفي الغالب بتصيب منطقة الساقين بشكل خاص. هذه الحالة بتعرف باسماء اخرى زي التهاب الجلد الركودي او التهاب الجلد الجذبي. طيب اه لما بنجي نتكلم عن منشأ هذه الحالة او هذه المشكلة. بتنشأ اكزيمة الدوالي عادة في الاطراف السفلية نتيجة وجود خلل في الاوعاء الدموية بيأثر على تدفق الدم في هذه الاوعية. وبالتالي بيعيق اه الدم زي حالات ضعف الدورة الدموية او القصور الوريدي. مع الوقت طبعا ممكن يتسبب هذا النوع من المشكلة الصحية بزيادة الضغط داخل هذه الاوعية وفي محيط هذه الاوعية. وبالتالي بتصرب كميات قليلة من الدم والسوائل من داخل هذه الاوعية الى خارجها. وطبعا علشان تصرب السوائل. اه في الغالب بينشأ من منطقة قريبة من سطح الجلد. ممكن ده يؤدي لظهور التهاب ورد فعلا معين في الجلد. هذا الالتهاب ورد الفعلا ممكن يتحاول لاجزيمة. وبالتالي بتزداد صوابة الجلد وبيتغير لونه بشكل تدريجي. كمان ممكن في بعض الحالات يبدأ الجلد بالتشقق وبيسببا الاصابة بتقرحات. لو اتكلمنا عن اسباب اكزيمة الدوالي. في الغالب بتنشأ هذه المشكلة الجلدية نتيجة تزايد الضغط في داخل عياد الدموية الموجودة في الساقين. هذا الضغط المتزايد بينشأ عادة نتيجة اصابة الصمامات. اه وبالتالي بيحدث خلل اه او ضعف وده بيعيق من عملها وبيجعلها يعني عاجزة عن مقاومة تأثير الجاذبية وغير قادرة على دفع الدم ليصعد اه من الساقين اه باتجاه القلب او باتجاه النصف العووي من الجسم. وبسبب هذا الخلل في صمامات الابردة الطرفية الموجودة في الساقين بتبدأ الدماء بالتراجع الى الخلف. نتيجة هذا الخلل بيبدأ طبعا الدم يتجمع في منطقة الساقين ومع زيادة الضغط داخل الابردة دموية ممكن يبدأ الدم وبعض السائل الاخرى بالتصرب بشكل تدريجي للانسجة المحيطة بهزي الاوية ينتج عن كده توروم الساقين في حالة بتعرف بالقصور الوريدي. اه في اه اعتقاد سائد بان منعة الجسم ممكن تتسبب بعد كده في ظهور اجزيمة الدوالي وده اه يعني ممكن يتم تفسيره كرد فعل تجاه السوائل اللي بتتصرب من الابردة نتيجة تجمع او ترقم الدم فيها. في بعض العامل طبعا والاسباب اللي ممكن ترفع من فرص الاصابة باجزيمة الدوالي زي الجلوس او الوقوف لفترات طويلة او العجز عن الحركة لسبب معين او لفترات طويلة نسبيا. ايضا السمنة او الحامل اه بسبب الوزن الزائد في كلا الحالتين بيسبب زيادة الضغط المفروض على الساقين. الاصابة ايضا باحدى المشكلات الصحية زي اه الخثار الوريد العميق او القصور الوريدي او عروق الدوالي او ارتفاع ضغط الدم او فشل الكلة كل هذه المشكلات بتؤدي الى ظهور هذه المشكلة في القدمين او في الاطراف. في بعض العامل اخرى زي النوع النساء اكتر عرضة اه بتعتبر اه ايضا التقدم في العمر او الخضوع لعملات جراحية في الساقين او عدم ممارسة التمرين الرياضية بتجعل الانسان اكتر عرضة للاصابة باكزيمة الدوالي او اه بمشكلة دوالي او الساقين. في مجمع من الاعراض اللي ممكن تزعى على الشخص المصاب باكزيمة الدوالي منها تورم في منطقة الكاحل ممكن تقل حدته اثناء النوم ويبدأ يشتكي المريض ويظهر عليه في الصباح في اليوم التالي. ايضا من الاعراض ظهور عروق الدوالي في الساقين ودي اتكلمنا عنها قبل كده وقلنا ان هي عبارة عن اوعاية دموة بتتماث بان اللونها بيكون داكن تعمل للون البنفسيجي وبتكون بارزة وزيتها مظهر متداخل. ممكن يحصل ايضا تغيرات في مظهر الجلد زي تغير لون الجلد الى اللون البني او الاصفر. ممكن يحصل تزايد في سنك الجلد خاصة في محيط الكاحلين او الساق عموما. ممكن ايضا من الاعراض ظهور تقرحات جلدية ممكن تتضمن قشور وفي بعض الحالات او بعض المرضى ممكن يزعر عندهم صديد. من الاعراض ايضا الشعور بثقل في الساقين خاصة عند الوقوف او الجلوس. وممكن يود ايضا الى تساقط شعر الساقين في هذه المنطقة اللي اصيبت باجزيمة. طبعا اه المريض ايضا بيشتكي او بيعاني من اعراض اخرى زي الحكة او الالم او ظهور ندبات وعلامات صغيرة بيضاء اللون في بعض الحالات. ما بكام عن تشخيص ايجزيمة الدوالي. اه عادة بيتم تشخيصها من خلال اخضاع المريض لبعض الاجراءات الطبية. زي طبعا الفحص الجسدي الظاهري. ومعرفة الاعراض اللي بتظهر على المريض والتاريخ الطبي للمريض. ممكن في بعض الحالات الطبيب يطلب من المريض عينة من انسية الجلد. علشان يستبعد الاصابة باي حالات اخرى او يحدد السبب. لو جينا نتكلم عن علاج هذه المشكلة. علاج اجزيمة الدوالي. في بعض طرق العلاجية ممكن تساعد على تخفيف حدث الاعراض. اللي بترافق اجزيمة الدوالي. زي استخدام بعض انواع الادوية اللي ممكن تساعد في تسكين الالم. او مقاومة للتهابات وبعض المشاكات الجلدية. اللي ممكن تسبب اجزيمة الدوالي. زي الاستيرويدات القشرية. اا او بعض انواع المضادات الحيوية. ممكن الموضعية او الموضادات حيوية يتم تناولها او مضادات الهستامين والحساسية من طول العلاج ايضا نستخدام ضماضات خاصة لتسريع تعافي التقارحات الجلدية في حال زهرها وممكن يتم استخدام مراهم موضعية على الجلد لترتيب الجلد وتخفيف حدة الجفاف في بعض الحال ممكن يتم الجوء لارتداء الجوارب او الضماضات الضغطة علشان نخفف التورم ونساعد تيار الدموي على العودة والتحرك في الاوردة باتجاه القلب ايضا نرفع القدمين لمستوى اعلى من مستوى القلب والحفاظ عليها في هذا الوضع لمدة ما تقلش عن ربع ساعة متواصلة كل ساعتين في بعض الحالات طبعا المتطورة ممكن الخضوع لعملات جراحية تبعا للحالة زي الجراحة لاستقصال بعض لوعات دموان متقرحة او المثيرة للألم لو جاء كمعا مضاعفات هذا المشكلة مضاعفات اجزيمة الدوالي في بعض المضاعفات المحتملة الممكن تنشأ عند الشخص المصاب باجزيمة الدوالي زي الاجزيمة الثانوية ممكن تنشأ الإجزيمة المرافقة الحالة الى مناطق مختلفة من الجسم او ممكن الاصابة ببعض انواع الالتهابات بينتج عنح مرار وتورم وآلم وممكن يصل امر الى ارتفاع درجة حارة او حمى في ممكن بعض انواع الحساسية تحصل وممكن تكون هذه الحساسية قوية جدا النتيجة استخدام بعض المراهم او الكريمات الموضعية فبالتالي يجب الانتباه لهذا الامر واللجوء للطبيب مرة اخرى علشان يحدد طبيعة المشكلة او الحساسية من اي مادة في المرهم او الدهان اللي تم تطبيقه موضعيا ده كان اهم المعلمات عن مشكلة اجزيمة الدوالي في النهاية بنتمنى السلام لجميع ونلتقي باذن الله في فيديو جديد وموضوع جديد